اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تلحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك خاصمنا وليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيده الخلق والأمر الخلق خلقه والأمر أمره وهو فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة حق البلاغ وأدى الأمانة حق الأداء فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أيها الإقوة بما ينبغي أن نتدبره وأن نتأمله أسماء الله الحسنى وما فيها من جميل المعاني وجميل التوجيهات مع اسم الله العليم لا يخف عليكم أن من أسماء الله الحسنى التي لاختلاف فيها بين أهل العلم قاطبة أن من أسماء الله الحسنى العليم ولكن علمه ليس كعلمنا فنحن لم نؤتى أي علم إلا من الله علمنا الذي نحن فيه إنما هو من الله سبحانه وتعالى كل علوم الدنيا كل العلوم على الإطلاق هي من الله سبحانه وتعالى وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فكل العلم الذي أوتاه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما علمه الله إياه وكذلك كل العلم الذي أوتاه أبونا آدم عليه السلام إذ الله قال وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها أسماء كل المسميات كل المسميات علمها الله آدم صلى الله عليه وسلم أسماء كل شيء كما في الحديث أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه وعلمك الله سبحانه وتعالى أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وكذلك نفق فيك من روحه فكل العلم الذي أوتاه آدم عليه السلام وأوتاه الخلق كلهم ليس بن آدم في حسب بل العلم الذي عند الملائكة من الله سبحانه قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كل علم المخلوقات إنما هو من الله سبحانه وتعالى إنما هو من الله سبحانه وتعالى العلم الذي يقولون عنه العلم اللدني العلم الذي أوتاه الخضر عليه السلام إنما هو من الله سبحانه وإذا قال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا فكل أنواع علوم علوم شرعية طب صيدلة هندسة نجارة علم الطبيق علم الخياطة كل العلوم التي علمها بن آدم وكل العلوم التي علمتها الملائكة وكل العلوم التي علمتها الدواب وكل العلوم التي علمتها الحيتان والطيور كل العلوم إنما هي من الله سبحانه وتعالى ولقد قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هكذا قال الله سبحانه وقال عن نفسه ولا يحيطون به علما ولذا فإن موسى عليه السلام لما خطب الناس خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوم تبعاه رجل فقال من أعلم أهل الأرض يا موسى قال أنا عتب الله عليه فقال بل عبدنا خضر أعلم منك لما ذهب موسى عليه السلام إلى الخضر يتعلم منه وهما سائران في الطريق وهما راكبان في السفينة جاء عصفور فنقر بمنقاره في البحر نقرة فقال الخضر لموسى يا موسى أنت على علم من الله علمك هو الله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمني إلا هو لا تعلمه وما نقص علمي ولا علمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر فعلم الله واسع علم الله عظيم يعلم ما فات ويعلم ما نحن فيه ويعلم ما هو آت قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة أي ورقة شجر تسقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله قال عن نفسه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار يقول الله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السازدين إنه هو السميع العليم عليم بأحوالك وأنت تتقلب وأنت في كل شؤونك وكل أحوالك الله عليم بك قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرنهم وأعلنون وأنت نائم ومتغطي بثيابك الله يعلم ما تسر وما تعلن إنه سبحانه يعلم خائنات الأعين تخيل كم في العالم من بشر لهم خائنات أعين ولهم أشياء في الصدور يعلمها الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالعليم بكل شيء ولقد علم لقمان ولده هذا فقال كما قال الله في الكتاب الكريم يذكر بلقمان وموعظته لابنه يا بني إنه إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير فأيقنوا بهذا أيها الإخوة أيقنوا أن العلم كله مرده إلى الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى الصمد السيد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد في كل شيء فما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى عالم بالطب عالم بالشرع عالم بالهندسة عالم بالنجارة ما ثم تعالم إلا وفوقه منه أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة علينا أن نقر بهذا نقر لربنا بهذا فهو علم ما كان وما هو كائن وما سيكون يعلم السر وأخفى يعلم ما نبدي وما نعلن يعلم ما نسر وما نعلن ولذلك كان في دعاء الاستخارة دعاء الاستخارة يقول الله تعالى في كتابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة إنك تعلم ولا نعلم إنك تعلم ولا نعلم الله إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجله وعجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به أيها الإخوة أخبرنا الله في مئات الآيات أنه يعلم أخبرنا الله في مئات الآيات أنه يعلم السر وأخفى فربنا يعلم كل شيء وهذا الإخبار له فوائد ما فائدة إخبار الله لنا بأنه العليم العليم بأحوالنا العليم بشؤوننا لذلك فوائد عظيمة جدا أولها أن ننضبط ونستقيم على أوامر الله ورسله فإلى أين ستفر والله يرأك ويعلم أحوالك إن الله قال في كتابه الكريم وأصدق القائلين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيرون أن يشهد عليكم سمعوكم ولا أبصركم ولا جلدكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا الظن تسبب لهم في الردى والهلاك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين هذا الظن السيء بالله أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فلابد أن نقر بهذا أن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم وما بنا من علم فإنه من الله سبحانه مهما كان بك من ذكاء فإن علمك إنما هو من الله سبحانه وتعالى ولا تعلم ماذا سيكون في غد وما تعلم أين ستموت كل هذه الأمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير فمن فوائد معرفة اسم الله العليم أننا نستقيم على أمر الله لأنه العليم بنا والعليم بأحوالنا والعليم بشؤوننا كلها سبحانه وتعالى من فوائد معرفة هذا الإسم أننا ناكل أمورنا إلى الله سبحانه فرؤيانا قاصرة نظرنا قاصر لا نعلم أين الخير من الشر إلا أننا علمنا مما علمنا الله إياه أن طاعة الله فيها كل خير وأن نعصيان الله فيه كل شر ما وراء ذلك من المآلات الأمور إنما علمها عند ربي لقد سأل فرعون موسى سؤالا قال له فما بال القرون الأولى أين القرون الأولى ما بالها كيف ماتت ما شأنها قال موسى يذكره علمها عند ربي حتى علم الأمم السابقة كلها علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فتخيل أن الله الأيقن أن الله يعلم الأمم السابقة الذين ماتوا وأفناهم الله ووراهم التراب وقال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ الأرض وما تأكله من جسمك جزءا جزءا يعلمه الله سبحانه وتعالى الأجزاء التي تتفتت من جسمك يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم من الذي اجتناه هؤلاء الأموات وما الذي فعلوه من الصالحات ربنا بكل ذلك عليم من فوائد الإيمان بأن الله العليم أن نفوسنا تطمئن فنحن ولقصر نظرنا ولقلة ألمنا قد نرى الخير في الشيء وهو يحمل كل الشر وقد نرى الشر في الشيء وهو يحمل كل الخير فلذا لزمنا أن نكون مؤدبين مع ربنا سبحانه وتعالى نكون مطيعين لله مؤقرين لربنا سبحانه وتعالى مقرين لله بالعلم ولأنفسنا بالجهل إلا ما علمنا الله رسولنا كان يقول اللهم اغفر لي سري وجهري وخطأ وعمدي وإصرافي في أمري وكل ذلك عندي وكل اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم النبي كان يدعو ربه سبحانه وتعالى إذا علمنا أن الله هو العليم ويعلم ما لنعلمه رضينا بقضائه رضينا بقضائه لقد قال قتادة رحمه الله الإمام التابعي قال في الولد الذي قتله الخضر الذي قتله الخضر وكما قال بعض العلماء كان ولدا وسيما مليحا قال قتادة ويا فرحة أمه به لما ولدته ويا فرحة أبيه به لما رآه وعلم أنه رزق بالولد ورآه مليحا جميلا ويا حزن أمه عليه لما مات لما أتاه خبر قتله حزنت حزنا شديدا على فراقه حزنت حزنا على فراقه وأبوه وأمه لا يعلمان أبوه وأمه لا يعلمان ما المآل لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا كما قال الخضر لموسى وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمها في الحاصل في هذا البهب أننا إذا أقررنا لله بالعلم استقمنا لو كان آدم عليه السلام ولكن قدر الله وما شاء فعلا أقول آدم يعلم أن الله عليم لكن استدرقه الشيطان فأغفله عن هذه الجزئية أغراه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لو كان آدم عليه الصلاة والسلام علم مآلات الأمور أنه سيطرد من الجنة سيطرد من الجنة ما أكل من الشجرة ولم تسل أمر الله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أنت إذا ذهبت إلى طبيب يعالجك وعلمت أن هذا الطبيب عالم مطقن ماهر أن هذا الطبيب عالم مطقن ماهر بالجزئية التي ذهبت إليه فيها ستطيعه وتمتثل أمره ذلك إذا علمت أن الله العليم بكل شيء بادرت بالسمع والطاعة له سبحانه ففي طاعته كل خير أيها الإخوة من فوائد معرفتنا باسم الله العليم وهو العليم بما مضى وما نحن فيه وما هو آت والعليم بكل شيء من معرفة أن نفسنا تستقر وتطيب إذا علمنا أن الأمور قدرها الله قبل أن نخلق بخمسين ألف سنة قدر الله الأمور تقديرا فالله يعلم ونحن لا نعلم لقد قال ربنا سبحانه في حديثة الإفك المؤلمة التي ألمت بالمسلمين وحزنوا لها حزنا شديدا أعني أهل الإيمان حزنوا بسبب ما أثير في الإفك في الإفك المؤتفك على أمنا عائشة رضي الله عنها وبعد مدة جاء الفرق الفرج قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم وفي الآيات الأخرى يقول تعالى في شان النساء والزواج بهن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلموا أنتم لا تعلمون والله يقول في صورة الأنفال في شان أصحاب النبي الذين خرجوا مع النبي لملاقات العير عير أبي سفيان يوم بدر قال تعالى إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أنتم ألموكم قاصر تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تريدون الغنيمة السهلة التي هي الاعتراض على عير أبي سفيان وأخذ بعض الإبل منه وبعض المتاع تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فالصحابة لعلمهم لعلمهم كانوا يريدون أن يأخذوا العير بما فيها ولا يتعرضوا لقتال لكن الله اختار لهم ما هو أفضل وأعلى وأشرف وأكرم منزلة عنده سبحانه وأكرم في الدنيا أيضا من الذي اختاروه هم فاختيار الله لنا أفضل من اختيارنا يلزمنا أن نكل أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليم النبي فاطمة ما يمنعك أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا واستغفروا ربكم إنه كان عفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وكما ذكرنا من قبل وما بكم من نعمة فمن الله فكل ذي علم العلم نعمة كل ذي علم علمه من الله سبحانه وتعالى ومهما أوتيت من ذكاء ومهما أوتيت من عبقرية لا تستطيع أن تحصل علما إلا بإذن الله أذكر بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة في شأنه لما رأى رؤيا فلم أرعب قريا يفري فريا لم أرعب قريا يفري فريا عمر بن الخطاب محدث ملهم وقد رأى رؤيا وقصها عليه قصها على النبي صلى الله عليه وسلم وأفاده أنه أوتي علما لكن قد تشكل عليه مسائل يفهمها غيره يفهمها غيره فإن عمر اشكلت عليه مسألة الكلالة لم يكن يطقن مسألة الكلالة سأل النبي عنها وكرر السؤال عن الكلالة الكلالة في آياتان ظاهرهما في بعض التعارض الآيات الأولى وإن كان رجل ورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والأخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك فعمر اشكلت عليه آيات الكلالة فسأل النبي عنها وكرر السؤال حتى إن النبي ضرب بيده في صدره وقال يا ابن الخطاب ألا تكفيك آيات الصيف التي في آخر صورة النساء وسكت عمر ولكن ومع ذلك استمر هذا السكوت سكوت على قلة علم في هذه المسألة إلى أن مات الرسول ومات أبو بكر وولي عمر الخلافة فلما ولي الخلافة قال ثلاث وددت أن النبي لم يمت حتى يأهد إلينا فيها بعهد ما هي الثلاثة عمر؟ قال الكلالة فعمر أشكلتهم ما استطاع أن يفهم الكلالة مع شرح النبي له عدة مرات فقد يشرح الدكتور للطلب عدة مرات ولا يفهمون ولا يفهم إلا الطالب الذي أراد الله له أن يفهم فكان الرسول يطرح الأسئلة على الصحابة منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن أخبروني ما هي أقول للناس مختلفة وعلمهم مختلف علمهم متفاوت فهذا يعلم وهذا يشهل وهذا يعلم وهذا يشهل كل ما بنا من علم فمن الله لما سمعتمه من الآيات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الطبيب إذا جاء شخص لا تظن أنك ستفهم إلا إذا فهمك الله إلا إذا فهمك الله الداء ولقد تذهب بعيدا بعيدا في التشخيص فيسقط كل طبك شخص تشخيصا خاطئا فتدمر نريط وتدمر نفسك ويشعر بك في الناس فالطبيب علمه بالطب من الله عالم العلم الشرعي إنما علمه من الله إذا كنتم سمعتم كلام الله لرسوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فالعلم الذي أوته الرسول كله من الله النبي كان يراجع جبريل عفوا كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يحرك لسانه بسرعة حتى يحفظ ما يقوله جبريل وكان هذا يشق عليه جدا قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه جمعه لك في صدرك وأن تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فكل العلوم من الله سبحانه وتعالى الدقائق والمسائل الكبار كل شيء كل شيء من العلوم إنما هي بتعليم الله لنا كل شيء حصلناه إنما نحصله بتعليم الله لنا فلا يفتخر الزكي بذكائه زكاؤه من الله زكاؤه من الله والعلم الذي أوتاه من الله فجدير بنا دائما وأبدا أن نعتصم بالله صدق الله إذ قال وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما فعلى العالم الشرع أن يسأل الله دوما زيادة العلم النافع وعلى الطبيب أن يسأل الله زيادة العلم النافع وعلى المدرس أن يسأل الله زيادة العلم النافع في طريقة التدريس علم اسأل الله ذلك السياسي الذي يسوس الناس يسأل الله أن يعلمه النجار يسأل الله أن يعلمه كل محتاج إلى العلم عليه أن يسأل الله أن يعلمه حتى المرأة التي تطهي الطعام في البيت علمها بذلك من الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الله عليم بما فات وما نحن فيه وما هو آت علام الغيوب سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عنه نحن لا نعلم شيئا إلا الذي نراه لكن ربنا يعلم ما غاب عنه ولذا سمى نفسه علام الغيوب سبحانه وتعالى أقول عشرات الآيات فيها إثبات العلم لله بل مئات الآيات فيها إثبات العلم لله ومن تبرئنا من العلم إلا ما علمنا الله قولنا في دعاء الاستخار فإنك تعلم ولا نعلم فإنك تعلم ولا نعلم فعلينا أن نكل أمرنا إلى الله وأن نكون راضين بقضاء الله الذي قضاه الله تبارك وتعالى لنا علينا دائما وأبدا أن نذكر اسم الله العليم فإنه عليم بنا في كل أحوالنا عليم بنا في كل أوقاتنا عليم بنا في كل أماكننا عليم بالرزق الذي يساق إلينا عليم بكل شيء فلنرضى بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم تولى أمرنا اللهم اخير لنا واختر لنا اللهم اخير لنا واختر لنا اللهم تولى أمرنا اللهم اجعلنا راضين بقضائك صابرين على بلائك شاكرين لنعمائك يا رب العالمين هذا ويا رب أسكننا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وأقن الصلاة